النسخة اللي تجيك بعشرين اكس زوم رقمي من رلمي هذا الرلمي الاثناعش ابرو نسخة الفاي اف جي لكن هو مو نسخة البلس خليفتح صندوق ورايكم شين وحتيات العلبة والمواصفات الموجودة بالجهاز هذي اول شغلة راح نلقيها انه راح تحط لك الحافظة والكتيبات تلاحظوا ياه هنا هذا الدبوس وهذه هي الحافظة الجيلاتين وحلو من الشركة الرلمي انه تعتيني بهاي الاشياء هنا مخليلك الحساس ما لسوني اللي هو اي ام اكس 882 او اي اس لانه هنا عندك بصري معه عندك معالج سناب دراغون 6 جين وين و120 هيرز معدل تحديد شاشة وهنا ذواكر عندك نسخة 250 و نسخة 512 هنا كايبل الشاحن الموجود التيب سي الى تايب اي وهنا عندك منو الشاحن السبعة وستين واط بعد ما فعلنا الشاشة هذا الجهاز يجيب شاشة مقاس 6.7 full HD بلس من نوع اموليد 120 هيرز والشاشة هنا منحانية المعالج راح ينطيك 60 فرين بلعبة بوب جي اذا تسأني على اللعبة بوب جي ابتدائيا لازم هو اجربه يالله انقومش قد بالضبط لكن نفس المعالج ينطينا 60 فرين الملمس هنا جلدي هنا كاتبي لك 20 اكس اهن هنا الكاميرا راح تنطيك 20 اكس مو 120 اكس مثل البلس السماعات راح يكون ستيريو سبيكر من اعلى والاسفل ومنفذين للشريحة وهذه امور جدا طبيعية تصنمي من نفس البلس لكن بعض الفروقات الموجودة بممكن بالمراجعة الكاملة راح نطيككم كل التفاصيلين راح نجمع الجهازين بمراجعة وحدة بعنا هذا الجهاز ما صنعته كلش حلوة وفاخرة بالشراكة مع شركة رولكس اللي تصنع الساعات الفاخرة اشتركته الشركة رلمي بصناعة هاي الاجهزة ومطتك النموذج الممتاز كشكل اذا انت متريد البلس او متريد مواصفات البلس فاضح هيكون سعره اقل من البلس ومواصفاته كلش حلوة ومصنعيته كلش ممتازة شنو الاشياء تحتاجون هذكروا ليها بالتعليقات لان بالمراجعة الكاملة راح تحدث لكم عن اشي تحتاج عن هذا الجهاز نهاية الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم رسول جيحاوي وفي امان الله تحيات لكم